عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف تحسين الخصائص الديمغرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة إضافة إلى ضبط النمو السكاني وتمكين المرأة وخلال الاجتماع تم استعرض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا على أن يصل المعدل إلى 1.6 طفل لكل أسرة بناء على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية